رواء مكة وفي اللغة رواء ورواء بمعنين ومتقاربين كما قال ابن منبور رواء وهو الريل الروحي المعنوي والرواء وهو الريل المادي الشر عما رواء فخطأ والكتاب عبارة عن تجربة لأستاذ حسن قريد شرح فيها بكثير صراحة موجه الوقتات أنه ذهب إلى الحج وهو لا ينوع أي حج مثلا هناك سياق شخصي دفع ولداني كان يعيش حالا من التراق الفكري ومن الخير ومن يدتيه السلوكي وهو الذي حدث عن ذلك ومن ثم تهم من البعض وصار حيالك بتخصير وبعمق ومن لغة جميلة وفلسفية وتحملية ودات يومي وهو في مناسك الحج منفصل بوعيه وروحيه عن الحج الذي هو صباح يوم الغير عاشرة حجة وهو يدرع طرقات ممن انهارت دموعه انهمرت دموعه ومفاضة روحه روحانيه روحانيه وبدأ يقول بفرنسي أنا مسلمي وبدأ حالة العودة إلى الإسلام وبدأ يتعمل والكتاب بعد ذلك السياح في ذاته في سيرته ارتجاع لتربية والديه المؤمنين المتدينين المتدينين وجدته الأمازيغية القحة الأمية التي لا تعرف حفل العربية ولكن كان تسكن في وعيه وروحه وأذنه آيات الفرقان الأحادي بول الأدعية وتذكر بأن الأمازيغية والإسلام وكيف لا يتصال حالي في فكره وأعاد النظر في موقف من الإسلام وموقف من العبادات وموقف من الغيب والرؤاليات ثم قام بسياحة مقارنة مع اليوبول فايس مع إزربيل إيبرهارت مع عدد من الناس والمفكرين والأوروبيين الذين أسلموا وجاء برؤى وعاراء وتأملات ومقارنات في الكتاب سياحة فكرية نفسية فلسفية روحية في عالم العودة إلى الدينان والاستقامة والتديون والمعنى حضور المعنى من جديد في حالة يعني الكتاب لقى رواج راج كبير جدا وكان طبع طبعتين وبعد أن كتب لي عرضا على غير قصد مني أن أجيب عن سؤال في سواعد الإخاء عن هذا الكتاب فلخصتهم في حوال أربع دقائق من خمس دقائق تنتشر المقطع تنتشر وطبع طبعات عديدة والحمد لله وليس مهم أن ينتشر وليس الغرض من أن ينتشر إسمي ولا إسم المؤلف الغرض المعنى الذي في الكتاب والمعنى الذي في الكتاب قويل وعميق ومتجدد في الوجدان الحضاري والنفسي والروحي لإنسان المسلم فكرة الكتاب خلاصة الكتاب أنه يحكي عن رحلة إلى الحج أعادته إلى الإيمان واليقين من جديد بعد حالة من التيه الفكري والسلوحي هذا هو منخص أي نفسي